اهلا بكم بحلقة جديدة نهاردة و بديو و دي قررت نرتب النهاردة الابراج مين هما الابراج 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 بتراوغ او الابراج المشي straight forward يعني بتلفوا بالدور شوية انا مش اقول خبيثة لان انا بشوف ان يعني دي طبيعة بشرية في ناس بتبقى straight forward يعني بتجيب من الاخر كده وفي ناس بتعرف تلفوا بالدور كويس ناس بتعرفش تلفوا بالدور خالص راحنا النهاردة هنتكلمين اكتر الابراج اللي بتلفوا بالدور يعني بتعرف تراوغ مراوغة ابراج مراوغة جدا 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 كالعادة بليس تقولولي ان تتفرج عليهم فين وانتو بورج ايه وقولولي رأيكم في ترتيب دوت اذا كنتم مفقين معي ولا معترضين قولولي بتتفرج عليهم من فين وانتو بورج ايه طيب خلولي نركتب تبل 12 بورج طب انا مش عايزة بقى التعليقات السخيفة اللي بتجيل عشان انا بلاقي دايما ان الناس بتداق مني وبتزعل مني ويقعدوا بقى تقولي راش انتي قولتي كزا عن بورجنا انتي بشو تحب بورجنا يعني انا بحب كل الابراج وكلهم سواسيب بالنسبيلي ولما بقدر ارتب الابراج برتبها يعني up on تحليل مش بيرتبهم بمزاجي اطلاقا يعني مش مثلا البرج ده اللي انا بحبه فانا بحطه في مرتبة عالية والبرج ده مش بحبه فبحطه في مرتبة تانية الموضوع ما بيحصلش كده خلص بس عشان التعليقات الغريبة اللي بتجيلي والهجوم الغير طبيعي طيب كل واحد يقوليه بورج ايه ويقول هو بيحب يلف ودور او بيعرف يلف ودور عادة ولا لا ومين هي الابراج الستريت فورورد دي مش هقول صريحة بس اللي هي ما بتروغش على طول بتقوم جابة من الاخرة طيب في المرتبة ال 12 عندنا يعني اقل الابراج اللي بتروغ بورج القوس بورج القوس معندوش وقت اصلا هو مش تعجل عايز ينجز عايز يخلص كل حاجة بسرعة فورج القوس من الابراج اللي استحالها هتلاقيه بيراوغ على طول بيجيبين الاخر ويا هو كده عجبك عجبك مش عجبك اغبط دماغك في الحيطة هو انا اخري كده ودي طريقتي يا سيدي وبرحتك وبرحتك وشوف اللي انت عايزه وشوف مصلحتك يعني فهو مش من الابراج اللي بتراوغ اطلاقا بالعكس هو بيجيب من الاخر وصريح جدا جدا ويعني ما بيلفش وما بيدور nueva بيدورشي ما بيحبش الفه اطلاقا 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 وهو معندوش مش هزي � IQM هو اصلا يعني هو وجه الدماغ ده بالنسبة له لجه أوجي عدم اغي وليه على ضيع وقتين فبرج القوس بيجي في المرتبة ال الاتناشرة في المرتبة الحدانشرة يعني المرتبة الابل برج القوس على طول هيجي عندنا برج برضو من الابراغ الابراغ بلفش والدور وبرجي انو برج برج العزراء برج صريح جدا برج مش ملاوع وممكن الراجل مراوغ اكتر من الست شوية يعني الست العزراء مش مراوغة اطلاقا ولا بتلفوا بالدور شخص صريح شباب اللي في قلبه على لسانه وبالعكس هو من قطرة صرحته ممكن يدايق الناس اللي حواليه لان هو بيبقى صريح قوي بالزيادة فالعزراء من الابراج اللي بتكره المراوغة اصلا هم بحبش يروغ وبيجيب من الاخر واللي في قلبه على لسانه بيكره الناس اللي بتقول تلفوا بالدور كتير طيب في المرتبة عندي في المرتبة احنا قلنا اتناشر في المرتبة العشرة من الابراج اللي بتجيب من الاخر وبتلفش وبالدور وصريحة جدا جدا هتستغربوا قوي على فكرة برج السرطان برج السرطان برضو من الابراج هو صريح هو شخص صريح ما بيجدبش على فكرة السرطان مش من الابراج الكذابة خالص لما بعيس حاجة بيجي يقولها هو يعني عادي يعني هو شخص جدعم طبيعي جدا هو انسان طبيعي بيحب الناس الطبيعية ما بيحبش الكلام كتير فهو بيجيب من الاخر السرطان صريح على فكرة يعني السرطان بيقولك حاجة بيبقى صريح وهو بيبقى حتى كده شارب يعني طيب هيجي بعد كده من الابراج اللي مش بتحب تلفوا بالدور اطلاقا 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 هيجي برج الاسد برضو برج الاسد من الابراج اللي بتجيب من اخر برج الاسد كده عشان هم بيخافش وشايف ان هو مفيش حاجة تستاهل انا الملك انا يا جماعة انا مين ده اللي استاهل ان انا لفوا دور علشانه انا شخص طبيعي جدا واللي في قلبي على لساني وما بحبش اخبي حاجة جوايا فالاسد برضو ضغري كده او الاسد هو بيحب يواجه دايما فتحس ان عادي انا ليه لفوا دور انت مين اصلا اشان هنالفوا دور علشانك انا على طول هجيب من الاخر فقولك الحقيقة وانت حر بقى تقبلت الحقيقة هلم بيك ما تقبلتاش انت برضو حر طيب في المرتبة بعد كده يعني احنا قلنا كده يبقى اكتر تلاتة هما برج قلناهم برج القوس برج العزراء وبرج السرطان بعد يوم اسد يعني خلاص بدأ ده ندخل في منطقة في الوسط بعد الاسد هيجي عندنا برضو من الابراج اللي ما بتعرفش تروق ولا بتعرف تلفوا بالدور ولا اي حاجة من الحاجات دي بيجي عندنا برج الحمل برج الحمل برضو من الابراج ده هو بيحد في دبش كده يعني زي وزي مثلا برج العزراء هما دول صرحة قوي ولما نكون منتخنوق منك متدق منك مش طائق هيجي يقولك في وشك لان برضو برج الحمل برج جريء وشجاع ما بيخافش من حد فهو ليه هيخبي اي حاجة هو عايز يقولها بيقولها بمنتهى صراحة وكمان بمنتهى يعني الشفافية ومش بيحتاج يلفه وبيدور ولا بيجمل كلامه يعني في ناس بتجمل كلامها شوية لا الحمل هيجيب من الاخر وهيقول كل حاجة زي ما هي الحقيقة كما هي ومش هيقعد يجمل في كلامه وهيرميلك الدبش في وشك واذا كان عجبك لو مش عجبك هيعملك بلوقت اصلا وهيخراجك من حياته ويقولك في ده هي انت الخسرتين يجي بعد برج الحمل عندنا برج من الابراج الابراج مش خلاص بقى في منطقة وسطة بس هو برضو مش من الابراج بتلفه بالدور او برج الجدي برج الجدي بيحبش كلام كتير بحبش راغي كتير حبي يجيب من الاخر هو اولا بيحب بيلوف ويدور هو يقولك كده في وشك عجبك عجبك مش عجبك برضو خبط دماغك هو بحبش كلام كتير يعني ممكن ما بيلوفش في دور عشان مش عايز راجل مش عايز خوارات مش عايز كلام كتير فدي هي طبعته في حد بيقولي من الاخيرك خمرة لي مزكمة شوائك بس مش كورونا ان شاء الله مزكمة بس مش سخنة يعني شوائد زكام كده بسيط عشان الجوة عندنا في مصر برد قوي 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 قولوا الجوة عندكم عاملت زي في بلدكم طيب ندخل بعد كده على بورج برضو من الابراج اللي مش شطرة قوي في المراوغة وبيجيب من الاخر ويعني صريح جدا وكل حاجة هو برج الدلو برج الدلو برضو حلاص بقينا في منطقة متوسطة لإيه لان الدلو مجامل شوائي الدلو ممحبش زعل حد برغم ان هو صريح الدلو ممبيكدبش على فكرة برج الدلو من الابراج اللي مش بتكدب كتير وبيحبش الكدب ومبيحبش الناس الكذابة كمان حمل كمان محبش الناس الكذابة كلنا محبش الناس الكذابين وقصة الدلو ممكن يجمل كلامه عشان هو السياسي محبش زعل حد مبيحبش إقصر حد فإيه السياسي شفوية تلاقيه بي عنده حكنة كده يعني إيه هو زكي برضو اجتماعيا وهو بقى شخص بدبلوماسي فما بحبش زعل حد فدلو إيه بقى خلاص في المنطقة المتوسطة بعد الدلو بقى تعالوا نتكلم عن مين بقى الناس اللي بتعرف تلفه بالدور بس انا برضو برج الحوت هقول عليه مش الابراج المتوسطة يعني بعد الدلو هيكي برج الحوت وانا هقول عليه شخص متوسط يعني هو مش من الابراج اللي بتلفه بالدور قوي والابراج بالعكس هو very straight forward انا فكرة انا فيه برج سقطه اصلا هو برج التور لأ برج التور كمان احنا هنحطه قبل برج قبل برج الاسد برج التور بعد برج بعد برج حتى قبل السرطان كمان يعني التور قبل السرطان يعني ساري الترتيب بس انا سقطت التور يعني احنا لو انهم تاني من اول و جديد مرتبة الاتناشر الاتناشر برج القوس يعني هو اقل واحد بيلوفوا بالدور بعد كده برج العزراء حداشر بعد كده عشرة تور بعد كده تسعة تسعة سرطان تمانية اسد سبعة حمل ستة دلو تعالوا بقى ندخل خمسة حوض تعالوا بقى ندخل بقى في الناس اللي هي بقى بتعرف تلفوا بالدور بقى والناس دي اسدزة و رؤقصاء قسم و يعني مش عايزة اقول بقى اللي هما بقى ايه لا هما اسدزة قوي 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 يعني اوكي طيب برج الميزان برج الميزان برضو سياسي برضو دبلوماسي و عادل ما بحبش اذا فهو بيعرف يلفوا بالدور يعني من اخر الميزان ده ما تعرفش تفهمه وهو كمان مودي فتليبي غير رأيه كتير فالميزان بيعرف يلفوا بالدوري جمعا من اخر مشاطر قوي في الموضوع كمان فانت الميزان ما تفهموش يعني دايما الناس هتلاقيهم مرتبطين برج الميزان تحيصهم محترين مش فاهم منهم و اسكي جدا بيعرفوا ازاي يودوك البحر ويرجعوك عطشامين بعد كي يودوك البحر التاني ورجعوك عطشامين التاني بعد كي يودوك البحر التاني فهو مشاطرين قوي قوي في الموضوع دوت بيعرفوا يلفوا يدوروا قوي 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 في المرتبة التانية هيجي عندنا برج الجوزاء برج الجوزاء بقى برج بيلعب بالبودا والحجر يا جماعة هو زكي جدا بيعرف يتكلم وبيعرف يلعب بالكلام كويس قوي متحدث بارع بيعرف يتكلم كويس جدا جدا فبالتالي برج الجوزاء انت هو مش مفهوم شخص مش مفهوم وبيعرف يلفوا ويدور وبيعرف يراوغ ودلأ نعتبره زكاء منه لان هو شخص زكي جدا جدا وبيعرف يستخدم الكلمات المناسبة فيعرف يلففك حوالين نفسك الجوزاء أنا مش بكلمة أبراج الزكاة بس أبراج دي مش straight forward يعني بيحوروا شوية في الكلام يعني طبعا كلكم تأكدتوا وعرفتوا مين المركز الأول بجدارة وهو برج العرب برج العرب ده بقى أستاذ في التحوير وفي اللف وفي الدوران بس للناس اللي بيحبوهم بيبقى very straight forward يعني مع عائلته مع صحابه قوي بس بقى مع الناس اللي بره لا ده بقى غامض وهيلففك وهيدورك وهيخليك كده تلف حوالين نفسك ويودك البحر ويرجعك عطشان ويردك يعني مش بيقول كل في قلبه ولا بيقول كل في نفسه فهيلففك حوالين نفسك يبقى أكتر ثلاث أبراج عندها براعة شديدة في اللف ودوران ويعرفوا يجننوك من موضوع دوت ومراوغين قويين جدا عقرب جوزاء وميزان عقرب جوزاء وميزان دولة الثلاث مراتب المتقدمة في موضوع اللف والدوران لأنهما شطرين قوي في الموضوع ده تلاقيهم متحدثين براعين الشخص اللي يعرف يلفه دول ده تلاقيه بيعرف كلم حلو جدا جدا أكتر ثلاث أبراج قوي قوي هم برج القوس برج العزراء وبرج الطور برج الطور دول أكتر تلاقيه سرطان دول أكتر ربع كده بشكركم يا ربي فيديو يكون عجبكو قولولي أنت في عين شخص مراوغ ولا بتجيب ملاف أنا كراشا ده مصيبة صودة أنا مبعرفش أراوغ ولا بعرف السياسية ولا بعرف أجمل كلامي وانا باري سترايت فورورد لدرجة ممكن نسلة بتتعامل معايا تتداق مني من كتر ما أنا شارب قوي قوي يعني ومبعرفش أروفه أدور أصلا واللي في قلبي على الثاني وأي حد يعرفني على فكرة هيرد دلوقتي يرده تاخت وقلولي كلام ده مزبوط ولا لا بس أنا كده فعلا شكرا أعملوا شارك كتير كتير لأكتر النسل بتعرف ترفوا بالدور والرغم احنا خلاص وأسناكو هسيبلوكو فيديوز هنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب تفرجوا عليها قولولي مين أكتر بورجة عملتوا معايا كان بيلفوا بيدوروا بيروغوا ما بتعرفوش تفهموا وعايز منكو إيه بيلففكو حوالي نفسكو حكولي تحتو في التعليقات تانكو باي باي مع السلامة